اهلا بكم النهاردة بقى احنا خلصنا المعالجة واتكلمنا فيها بالتفصيل على معالجة المنتجات البترولية وتحولها لجازولين او معالجة المنتجات البترولية من السالفر والناترش النهاردة بقى نبتدي ناخد اول حاجة بتطلع في المنتجات البترولية اللي هي الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي او اللي هو ناتشر جاز ده طبعا مصدر مهم واكبر دولة مصدرها ليه طبعا عارفين اللي هي قطر وفي مصر وفي طبعا السعودية بس اكبر دولتين عربيتين عندهم غاز هي قطر ومصر طيب الغاز الطبيعي طبعا هو مصدر مهم للطاقة يعني اوكي بس احنا عايزين نعرف حاجة مهمة هو او بيحتوي على ميسان بس في الغالب الميسان ده بيهرب في الشعلة اللي شايفين هدي شايفين الشعلة دي اول ميسان بيهرب فيها عشان سريع ليه ملكره بتاعه واطي الميسان ملكره بتاعه كام 12 وكام 16 سريع جدا زي وزي الاكسوجين بالضبط طيب والإيسان والبروبان والبيوتان والبنتان طبعا احنا الغاز الاساسي عندنا هو البروبان وقعدين باركم والبيوتان الاثنين دول فعشكلا بسميهم بيوتو جاز بيوتو ايه جاز وفيه بنتاز طبعا اي حد حتى في بيتنا لو يجي تركب غاز طبيعي عندك في البيت دايما تشم ريحة بيت فاسد او كابريتيد الهيدروجين ريحة كابريتيد الهيدروجين اي حد على فكرة مركب غاز صناعي عنده في البيت لها مواسل الغاز مش قام بوبة البيتو جاز حيلاقي دايما يشم كابريتيد الهيدروجين دايما كابريتيد الهيدروجين مصاحب مع الغاز الطبيعي زي طبعا نسان يوشي الكربون دا نفوش مشكلة والنيتروجين طب ما انت قلتنا قبل كدنا نحنا بنعالج كابريتيد الهيدروجين والنيتروجين اللي موجودة اه اللي موجودة فين؟ في المنتجات البترولية وفي الغالي بتكون سوائل اما في الغاز صعب جدا نتعامل بنفس المعاملة اللي كنا بنعملها ناج سواء بالهيدروجين او بالسوديوم هيدروكسايد انت حيارتنا ما نعملها ازاي؟ اه النهاردة هنعملها ازاي هذه المشكلة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة عندنا الغاز طبيعي الاول هنقسمه تقسمتين غاز جاف وغاز رتب هلو كده؟ غاز جاف يعني بيحتوي على تسعين في المية ميسان ها؟ خلبلنا وثلاثة في المية من الإيسان والبروبان يعني الغاز جاف هنا من سي واحد لسي كام تلاتة طبعا سي واحد هو النسبة الغلبة ده الميجور بتاعي ده ايه الميجور بتاعي؟ الله ما للتاني بقى الراتب اه الراتب بقى هو اللي فيه المشكلة وده رخيص جدا يبقى اه فيه ميسان وفيه إيسان وفيه بروبان وفيه بيوتان وفيه بنتان وهنااب السعلي الراتب عليهم غاز كابريتيت الالهيدروجين أكمال الس الإيسان والسيدك كابريت وأول فهو جزيد الكربون والس�pty köвер أهم إليها ه탁فلة موجودة في الغاز الراتب وغاز جاف يقسمه بيهم الكثير من الغاز الأسís ك demeسان لكن أغلب الغازين تدفع المنازل كان ههل هل غاز الراتب ادفعوه بنفس الكميات الموجودة قدامنا ؟ لأ الناس كناتوا قدامنا دي مصيبة كبيرة فهو لازم يعالج الحاجات الموجودة في الغاز قبل ما يبتدي يشغل وممكن يكون فيه نسبة تريزز بس ما يكونش فيه نسبة كبيرة فإيه بيعمل ايه بيعمل في المعالجة بتاعة الغاز الطبيعي كان بيهمنا حاجتين مهمين جدا أول حاجة المية طب ليه المي مالها المي هي المية مؤزية لا المية هتدوب للغاز فالغاز عمره ما هيمشي في المواسير ثมائmouth الجزء الاسات –×××××××××××××××× خاصة كم؟ عشرة. ازاي عشرة و 18 يمشوا بساطة 44. الهربعة واربعين ناويدي المصورة هتلاقي الهربعين وقفين هنا. ويجي الغاز يمشي ما يعرفش يمشي. لازم التقيل الرسخة ده يمشي. عشان هو يقرر في عدي. نفس الكلام لكابلتية الهيدروجين كابلتية الهيدروجين كام H2S يعني 2 و 32 مكامة. اوه كبير. منقرر روية بتاعه عالي. منقرر بتاعه عالي. مش هيقدر يقعد لغاز الطبيعي. فلازم غاز من عني. اعالجه. اطلع منه سيوكوسيكاربون و H2S. طيب المعالجة تتم ازاي. المعالجة هنا تتم باستخدام حمض الكابريتيك. طبعا احنا لازم نعرف ان حمض الكابريتيك ده عامل مختزل للمية. عامل مختزل للمية يعني ياخد المية. او الالومينا. الالومينا ليها الشابة. ليها الالومنيوم صالفيت. ليها انتصاص جزء المية. يبدأ اول طريقة. بس طريقة بصوق مكلفة. حمض او الومينا. مكلفين. الحاجة الثانية ايه? ان الغاز الطبيعي يعديه على ميسانول امين. ميسانول امين. رمزه ايه بقى شطار? ميسانول امين. ده يمتص غاز ثاني. اكسيد الكربون. وحمض الكابريتيك. عشان خاطر ايه? المي. طبعا. بس الطرق دي. للاسف مكلف. طيب. ايه الطريقة طب اللي مش مكلفة? اعليو. الطريقة اللي مش مكلفة هي اول طريقة كالطريق الجيربيتول وهو جاب ال H2S ده الغاز. طبعا اللي موجود فيه الغاز هو H2S او ممكن تبقى R2S. مش مش مشكلة. Sj2S او H2S و توفعله مع الضيا هال جهاز مثل ضيا يسانول لسان امين.๋. يرئي بعض ضيا يسان ولا امين. يوها موظف عن صورة الكابريت بالمنظر اللي الاين حين رايبينه وهنا في الصورة بريمين pearls هنرف عليه الصورة. يشال تشال ال H بتاعته ويأخذ H من H2S وبعدين الفعل مع جزين مية يتدوجه ويديني H2 غاز ويحصل هنا على ال liquid فين هنا المعالجة؟ يعني ايه؟ المعالجة تمت للغاز H2S اللي هو موجود في الغازات وخرج برا مع مين؟ الضيق ساني امين طب الطريقة الجفة ودي بقى اغلب الشاكب تستخدمها بيستخدم فيها ال iron oxide ويستخدم فيها ال اكسجين سهلة جدا مش مكلفة يدخل H2S غاز على اكسيد الحديديك يديه iron sulfide ويديه iron sulfide عن طريق ال اكسيديشن يديني iron oxide يترصب وصلفى يترصب والغاز يبتدي ماشاء الله عليه يمشي طبعا المشكلة عندنا الغاز اللي بيجينا بيقى فيه نسبة كابلتية هيدروجين ده نتيجة ايه؟ نتيجة انه هي المعالجة مش كافية او كمية الاكسجين اللي تم الاحتراك مش كافي او كمية الفرق اوكسايد المستخدمة مش كافية وتنبالكم ده نسبة للطريقة الجافة فيه حاجة مهم جدا لازم في الطريقة الجافة ما بقاش فيها مية ما بقاش في مية يعني معنى الكلام ده ان الطريقة بتاع الجيربيتول ممكن تبقى فيها مية اما الطريقة التانية مش ممكن يكون فيها مية كده احنا هنقف لغاية المرة دي مرة جاية بقى هناخد ان شاء الله موضوع جديد خالص وشعيك اشتركوا في القناة